وبنتكلم كمان عن المجلس الاعلى للجامعات اجتماع النهاردة المجلس الاعلى للجامعات عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الجامعات وزير التعليم العالي وجه ببدء اعداد جداول امتحانات نهاية السنة بحيث انها تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وهتنتهي مع بداية شهر يوليو اللي جاي ان شاء الله على خير في جميع الجامعات المصرية وكمان استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية السنة واعداد جميع الاجراءات الاحترازية اللازمة ويأكد المجلس على تكسيف الاعتماد على التعليم الالكتروني الانلاين في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب وده هيقلل الكسفات طبعا اطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي ده بالضبط يعني اهم الخطوات اللي جات النهاردة في المجلس الاعلى الجامعات عشان بس كان فيه شوية كده اشاعات وشوية لغط كنا تابعناهم الفترة اللي فاتت كان عادة على السوشال ميديا ان فيه ناس بتقول ان الدراسة هتتلغي في الجامعة طيب فيه تعطيل ولا لأ البيان ده يعني بيقطع الشك يعني لكل حد ممكن يعني يتوقع او يسير بعض الشائعات الخاصة بالعام الدراسي الجامعي اشتركوا في القناة